بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلاً وسهلاً بيكم في قناتي اللي اول مرة يشوف فيديوهاتي انا مونة ساروات مصممة تسورات بشكل السلك النحاس وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلاً بيكم اصدقائي ان شاء الله النهاردة ورشتنا هتبقى عبارة عن شرح للعقد ده. آآ المفروض كنت هفكوا وعملوا من جديد. بس آآ في المتابعيني واصدقائي الناس اللي كانوا طلبين مني. آآ تصميم العقد ده شكله ازاي? آآ اشفاكوا علي قالوا لي بلاش نفك ونعمل طالما هو آآ قريدي معمول. آآ فانا هعملهم معاكم بالشكل ده ومستني اقرائكم لو هو يعني انا بعد شرحي مش واضح ممكن افكوا وانفزه لكم تاني. عشان خاطر عيونكم مفيش مشكلة. آآ لكن انا هشرحه لكم دلوقتي بالتفصيل. آآ المفروض الاحجار بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا آآ يعني المفروض حطة في العقد. احجار عقيق بتلات تخنات وتلات الوان. آآ طبعا زي ما انتم شايفين ده حجر عقيق مستردة بالشكل ده هو. آآ واخد شكل السانبوكسة كده. آآ باللون ده. آآ ده من الاحجار الكبيرة في الحجم وغالية في السعر برضو. آآ لكن والله انا شارية من فترة مش فكرة. سعره ممكن يبقى كام دلوقتي او ما عرفش سعر يبقى كام دلوقتي. وهل موجود زيه آآ دلوقتي ولا لا? بس فيه اشكال تانية بيضاوي. آآ واشكال مدورة كبيرة. آآ فممكن نلاقي برضو حاجات نعملو. اللي حابب يشتغلو يعني. آآ كمان آآ مقاس تمانية من آآ حجر العقيق الازرق. مقاس آآ ستة من الحجر العقيق الفوشية. آآ عملت ميكس كده بين التلات الوان زي ما انتم شايفين. آآ العقد يعتبر مختلف تصميمه مختلف. آآ عملت ازاي? انا جبت العقد اللي برا. هنلغي ده ونتكلم عن ده. العقد الاساسي اللي برا. عملته آآ نص سلسلة. بالشكل ده. وعلى السلسلة آآ بالمصمار اشتغلت آآ اتنين. ادي دول خمسة. آآ اشتغلت آآ من الاحجار اللي هي الازرق والفوشية بالشكل ده. انتم تقدروا طبعا تغيروا في التصميم زي ما انتم عايزين. يبقى نصه سلسلة. وفي النص كده آآ جبت المفروض ده شكل مختلف برضو. جبت اتنين وبينهم ازرق. يعني انا حبيت اهو تصميم مختلف تماما يعني آآ اللي يبقى شايفه اهو زي ما انتم شايفين. يعني هنا جزء السلسلة اعملت اللي في النص السنتر بتاعي بالشكل ده. وبعدين النص التاني ابتديت اعمله لضم خالص اهو. ده. الجزء ده المقابل للسلسلة. عملته لضم بالشكل ده. بين الحجر العقيق الازرق. واحدة فوشية. آآ هنا تلاتة وتلاتة يعني ستة. وبعدين جبت تلاتة من احجار العقيق الاساسية اللي هو اه اكتر حجر باين في العقد اللي هو المستردة. آآ تلاتة وبينهم نفس الالوان اللي انا مستخدمها في العقد آآ الفوشية والازرق. وجيت انهي هنا رحت تناهية بتلاتة بس تركيب سلك خالق. يعني تركيب سلك الحجر مع السلك. يعني انا حبيت اعمل كده وهي النتيجة زي ما انتم شايفين لطيفة وبيبقى مش مفهوم هون انت عامل ايه او العقد آآ تصميمه عامل ازاي. آآ جيت اللي في النص انا حبيت اعمله دورين عشان يبقى شكله غني وآآ لان طالع يعني كان في الفترة دي المفروض اكتر حاجة موضة الحاجات الكبيرة. مش الحاجات السمبل البسيطة. جيت هنا المفروض العقد اللي في النص آآ برضو نفس الفكرة عملت شوية لضمه شوية آآ نحاس آآ جيت هنا ابتديت من الجزء ده لو انتم شايفينه. هنا آآ كت عندي حالية كده انا عاملاها آآ من السلك آآ شبه النبضة شبه الزجزاج كده. ركبت سلسلة. طبعا انا كده بزبط المقاسات بتاعتي على الاسم ده اللي في النص آآ يبقى قصير عن اللي برا. آآ ركبت جزء من السلسلة آآ جزئين وبينهم الجزئية دي من السلك. وبعدين آآ برضو آآ اخدت نفس اللي انا عملته هنا كده. التلات احجار دول قررتهم هنا في الناحية دي اهو. وبعد كده اخدت آآ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس احجار من المسترده الكبير. اللي هو الحجر العقيق الكبير. وهنا اتنين. غيرت بقى حاولت اعمل آآ في يعني التصميم على حسب ما انا حباه. هنا اتنين فوشية. هنا اتنين ازرق. يعني بين كل اتنين من الكبير. وحدات من الصغيرة. وعملت توميع آآ بين اللونين. على اساس ان انا آآ كنت حابة اعمله آآ بالشكل ده اكثر آآ بين الدرجات. والدرجات لايقى مع بعض انا شايفها آآ تمام. آآ جيت النحة التانية برضو. عملتها مختلفة. زي ما انا عاملة هنا آآ سلك. وعملة آآ هناك سلك. جيت هنا عملت لضم. يعني شفتوا بقى الناس اللي هي بتيجي تقول لي عايزة آآ اخد او اتعلم لضم بس. او اتعلم نحاس بس. كنت دايما اقول لهم يا ريت تتعلموا الاتنين مع بعض. بتفرق في الشغل جدا لان انا باجي اعمل ايه? زي ما انا عملت في العقد ده. انا اشتغلت الاتنين مع بعض. مفيش حاجة وقفتني. ليه? انا بعرف اشتغل لضم. اللضم طبعا اه ان انا بقفل بالواير والستوبر زي ما مع بعض. آآ واللي بالسلك آآ هنا اشتغلت على تقفيل احجار بالسلك عادي. وهنا اشتغلت بالمصمار. فتقريبا انا حتى آآ في العقدة ده معظم التكنيكس بتاعت الشغل اللضم مع النحاس. آآ زي ما انتم شايفين كده. حتى هنا برضو عاملة وحدة من وحدات السلك. آآ السلك ده كان سلك آآ عارفين السلك المسحوب اللي اتكلمنا عليه قبل كده او المبطط او المفروض. بس مش مش دقاه مش بطريقة المطرق والسندان. المفروض ان انا كنت آآ شرية سلك عادي خالص. وآآ وصفوا لي هناك ورشة ان انا اروح اسحب السلك آآ الملي ونص. آآ كان وقتها انا كنت حاسة انه هو طبعا قوي دلوقتي مع الاكسادة بيقوى. آآ كان وقتها حاسة انه هو طري جدا وفي اللف بيبقى صعب على فكرة اللي هو المبطط ده غير المبروم. المبروم ما اسهل بكتير. اللي هو بتاعنا العادي. آآ سحبته بالشكل ده طبعا. لو انا هكرر التجربة تاني. لو عندهم انا كنت عاملة من الملي ونص لو آآ في موجود هناك آآ في المحل آآ بتاع الاكسسوراء بتاع الخامات الاتنين ملي لان في اوقات بيبقى فيه اتنين ملي متواجد. هسحب الاتنين ملي عشان يديني تخانة وكسافة اعلى شوية. وبصراحة آآ معظم آآ شغلي الخاص بي ممكن اجي في الاخر واعمل كده آآ ان انا اشتغل آآ هنا بدل ما هو سلسلة اشتغله جلد. زي ما عملت معاكم في ورشة من الورش او كزا ورشة. آآ ان انا اجي آآ آآ انهي العقد بتاعي بالشكل ده بال بالجلد. بحس ان هي حنينة شوية حنين شوية في اللبس آآ آآ اريح اسهل آآ من السلسلة. وطبعا دي حرية شخصية. آآ زي ما انتم شايفين كده يا رب التصميم يبقى واضح وآآ ويبقى آآ مفهوم بالنسبة لكم آآ او انا قدرت اشرحه ووصل لكم الشرح بتاعه بشكل بسيط آآ لو ما كانش آآ بكل ساعة صدر عادي خالص ما فيش مشكلة اقولولي الناس اللي كانت طلبا مني آآ هاعدهو لكم هفك الكلام ده كله وابتدي آآ اعدهو لكم من اول وجديد او اركبهو لكم من اول وجديد آآ يارب تكون قدرت ان انا آآ يعني اجاوب على السؤال او اشرح آآ العقد بالشكل المطلوب آآ وياريت بقى بعد آآ بعد الفيديو ما ينزل ان شاء الله آآ تقولولي في التعليقاتكم تواصلوا معي عايز اشوفي الكومنتات بتاعتكم بخصوص العقد ده متشكرة طبعا ليكم متشكرة لمتابعاتكم دايما آآ ما تنسونيش من دعواتكم ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وشير كمان عشان آآ الناس تستفاد آآ وياريت شير للقناة عشان القناة كمان تستفاد متشكرة قوي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.